السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبة الصغار؟ ها قد عدنا من جديد بدرس من دروس اللغة العربية الممتعة والمفيدة عنوان درسنا لهذا اليوم أتحدث يوم المعلم هيا يا صغاري لنقوم جميعنا بفتح كتاب اللغة العربية صفحة 75 هيا ننظر إلى هذه الصورة ماذا يفعلون الطلبة في هذه الصورة؟ أحسنتم رائعون يقومون بتزيين المدرسة ماذا يحملون الطلبة بأيديهم؟ رائعون يحملون أزهار جميلة أحسنتم الآن يا صغاري من يعبر لي عن هذه الصورة بجملة بلغته الخاصة؟ لقد أبدعتم جميعا أحسنتم لننظر الآن إلى الصورة الثانية ماذا يفعل الطالب في هذه الصورة؟ ماذا يفعل؟ رائعون يقدم الأزهار الجميلة لمعلمته يا تراء لماذا؟ لماذا يقدم الطالب هذه الأزهار؟ أحسنتم لأن هذا اليوم هو يوم المعلمين يجب علينا في هذا اليوم يا أول أن نعبر لمعلمتنا عن حبنا الشديد لها ماذا قال الطالب لمعلمته وهو يقدم لها الأزهار؟ ماذا قال؟ أحسنتم أحسنتم مجموعة من الطلبة يحملون الأزهار الجميلة ماذا يريدون أن يفعلون بهذه الأزهار الجميلة؟ رائعون يريدون أن يقدمون هذه الأزهار لمعلماتهم تعبيرا عن حبهم وشكرهم لما قدموه لهم أحسنتم مرة أخرى ماذا نقول للمعلمات في يوم المعلم؟ رائعون نقول لهم كل عام وأنتم بخير هيا يا صغاري لنقول مرة أخرى كل عام وأنتم بخير من يعبر عن الصورة بجملة بلغته الخاصة؟ أحسنتم رائعون الواجب البيتي هو عمل بطاقة نعبر فيها يا صغاري عن حبنا وشكرنا لمعلماتنا وعند الانتهاء منها نرسل البطاقة إلى المعلمة دمتم سالمين وإلى اللقاء